الحروح لمشكلة صحية سالي يمكن هي بتعتبر الأكتر شيوعا بين الناس ورغم أنها كانت تحت مجهر مساحتنا الطبية إلا أنه في إشارات استفهام حول هالمرض ما زالت موجودة التهاب العصب الوركي أو عرق النساء مثل ما بتم تداولا قول هذا المرض هل الحل النهائي فقط بالتدخل الجراحي هذا السؤال الأكتر شيوعا كمان سالي سلمة الكل اللي بيسأل عنه اليوم ضمن فقرتنا الطبية مع الدكتور تامر تامر أخصائي في الجراحة العصبية والعمود الفقري رح نعرف أين ممكن نلجأ للتدخل الجراحي وهل يوجد حل نهائي لمشكلة التهاب العصب الوركي أو عرق النساء مثل منه معروف هيدا المعلومات رح يجاوبنا عنا الدكتور صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور تامر صباح البرد هيك صباح الخير اللي ينعدي أسر على العصب الوركي يأسر على كل شي على كل هو أكيد على كل العصاب هو أحد الأهم الأسباب لأدم العصب الوركي للبرد طباح يعني كمان دكتور بشكل عام الالتهاب للعصب الوركي له كتير أسباب وتأدي لألم فضيع مثل ما بيقولوا بيمتد على طول مسار العصب الوركي خلينا نحكي عن هذا الشيء وأسبابه يعني طبعا نحن نقول علم عصب الوركي هو مثل ما بقوله الألم الذي لا ينسى مشان هيك سمو عرق النساء هلأ في ناس بتقول أنه سمو عرق النساء لأنه أشي عند النساء بس هو لا سمي عرق النساء لأنه من النسيان أنه هذا الألم ما ممكن تنسي فسمي عرق النساء صحيح فنحن نقول أنه أهم أسبابه حتى نفهمها نقول العصب الوركي هو أكبر الأعصاب في الجسم وهو مثل النهر الضخم له منابع اللي هي الأعصاب القطانية اللي بتطلع من العمود الفقري من الظهر من أسفل الظهر بتتجمع بجزع واحد أو مثل ما هو مجرى واحد اللي بيمتد من أعلى الطرف لأسفل القدم من أعلى الفخز لأسفل القدم هلأ هذا الفرع من أينما ضغط أو أينما تآزى بده يساوي عنا شيء من سميه التهاب العصب الوركي وبيؤدي لظهور أعراض ألم العصب الوركي أحيانا ممكن أنه يكون جزء من التهاب العصب العام مثلا التهاب العصاب نقص الفيتامينات التهاب العصاب السكري يعني يصيبه جزء يكون جزء من المرض وممكن يكون لحاله يعني مرض لحاله بسبب انضغاطه عند فروعه أو عند مخرجه من العضلة الأوليوية أو عند مروره بالفخد أو عند مروره بالقدم انضغاطه بأي مكان منهم ممكن يساوينا التهاب العصب ووركي فنحن نميز بين النوعين هدول منشان نعرف شو السبب حتى لأنه بتختلف العلاج بشكل جزري إذا نعرف شو السبب الحقيقي لزود التهاب العصب ووركي نعم دكتور يعني الشائع بين النساء غالبا إذا صار عندها هذا الألام فهي بتعرف شو هو الألام ولكن تلجأ له أنه تتناول أدوية الأسبرين وبكميات يعني أنه كلما وجعه يلا أسبرين قديش فيه غلط هذا الشيء وقديش لازم أنه لجوء للطبيب لأنه ممكن ينعطى دوة تانية أو جرعات معينة معينة ممكن ما حدا يعني يوجع يلا أسبرين أسبرين هلأ الحقيقة متل ما قلت لك هلأ ارتباطه الوسيق لألام العصب الوركي بألام أسفل الظهر متل ما بتعرفيه خليه إنه شيوعه وشيوع علاجه تماما يعني إنه نحنا منعرف مثلا وجعني ظهرية أخذنا حبة بروفين حبة فولتارينا اللي موجود منه تماما أو مسكن اللي هو تمام هلأ نحنا كعادة اجتماعية أو طبية في علنا ملاحظات عليها هاي الموضوع تماما هلأ ممكن إنه ممكن مرض رح نروح عالطبيب حتى ما نكون كتير محافظين موسوسين أيوه ما كل حالة مثل هيك ممكن نروح عالطبيب ممكن يكون ألم تشنجي ألم بسبب تعرض القليل من البرد هذا ما أنا مشكلة هلأ لما بيرافقوا خدر ونمال لما بيرافقوا ضعف بالرجل لما بيكون الألم شديد ما عمي صح حتى ع حبة المسكين لما بيأزمة يعني أنا صلي أسبوعين ثلاثة عم ما أخد دواء عم ما أخد دواء صرت كل يوم ما بقدر فيه متخد إلا لا أخد حبة مسكين لحتى قدر أكمل النهاري هون في مشكلة هون الأفضل نراجع الطبيب لا يتشخص إذا في سبب ممكن التداخل عليه لحتى يحط خطة للعلاج طبعا في كتير هلأ رح يقولوا إير إحنا عند الدكتور وقالنا إي عصب وركي وعطانا مسكينات اللي منعرفة وما استفدنا وخليني لكان على هذا المسكين هو هون عدم التواصل بيسمه هل في خطة جزء من العلاج هو أنه الدكتور ممكن يحط خطة أنه نحن ناخد دواء لفترة أسبوع عشر تيام بعد منه إذا ما استفدنا ممكن نعمل دراسة شاملة لنعرف شو السبب لأنه مثل ما أنه العصب الوركي مثل النهر الكبير في أي مكان بيصير فيه يعني تداخل ممكن يساوي تغير بهذا العصب ويساوي ألم نعم كمان دكتور يعني أيضا مرضى الديسك بشكل عام وخصوصا اللي بيكون عندهم بالفقرات السفلة من خلينا نقول الظهر بيجيهم فترات معينة وقت بيتحرك عليهم الديسك ألام تنزل على الأطراف خلينا نفرق كيف الشخص ممكن يعرف أنه هاي الألام هي بسبب الديسك أو هي ألام بسبب العصب الوركي هلأ الحقيقة سؤال مهم لكي حتى نكون واضحين يعني المريض ما رح يفرق بيناتهم لأنه حتى بعض الأطباء صعب تفرق بيناتهم تماما القصة وما فيها نحن قلنا أنه العصب الوركي هو نهر وينبع فروعه من الجزور القطانية عند حصول الديسك أو ما نسميه فتق النوار اللبية بيطلع الشظية الغضروفية وتضغط على أحد فروع هال العصب الوركي العصب الوركي بالتالي بتأدي لتخريش العصب وشعور بالألم على مسير العصب الوركي هلأ شو بيفرق بيناتهم كونه التهاب عصب وركي معزول بدون ديسك ولا سببه ديسك وطبعا بيفرق معنا نحن إذا شخصنا ألم عصب وركي سببه ديسك علاجه غير ألم عصب وركي سببه انضغطه بمكان تاني أو التهاب إذا سببه ديسك عادة بيكون الألم على مسير هذا الجزر يعني بيكون على الوجه الوحشي للساق أو على الطرف اليمين من الساق طرف اليسار من الساق أو بطط الرجل بس أو من قدام الرجل بس ما بيكون بكل الرجل في فرق لأنه هناك إذا كان مضغوط العصب بمنتصفه رح يتخرشوا كل الفروع تبعه وليس فرع اللي مضغوط بالفرع بالدسك الموجود طبعا هاي بده خبرة سريرية بده فحص عصبي سريري حتى يعرف يقدر يميز بناتهم أحيانا ممكن ما يقدر يميز خاصة إذا كان المريض غير متعاون فمنضطر نعمل صور شعاعية أو منعمل تخطيط عصاب للتمييز بناتهم نعم يعني يا دكتور هل فيه علاج نهائي لهذا الشي الشائع على عرق النسا مثل ما بيقولوا فيه علاج نهائي ولا لا هو مجرد شغلات وقائية أو حتى أدوية مسكنة مثل ما تفضلت حضرتك حقيقة كتير بننسئل هذا السؤال وكتير شائع الإجابة الخاطئة طبعا الموضوع بتعلق بفلسفة إنه شو هو العلاج النهائي نحنا عم نكبر بالعمر نحنا عم نستهلك الشي اللي بنسميه جسم الإنسان بالتالي بده هذا جسم الإنسان يتعرض لنكسات وأمراض وأعطال أثناء استهلاكه طبعا الحياة هي عبارة عن تجديد الخلايا وموت الخلايا وأزية الخلايا نعم فبالتالي اللي أنا بنقطل دي فوصلة أنه نحنا بنعالج ألم العصب الوركي حسب سببه كان فيه ديسك ممكن نشيله ممكن نعالجه علاج في زيائي رياضة كان فيه تشنوج عضلات ممكن نعطي مرخي عضلي ممكن نعطيه علاج في زيائي تمرين معينة تنطيط حتى نعالجه وفي نقص بيتامينات بنعوض البيتامينات وهكذا هون نحنا الحديث تبع أنه في حل نهائي نحنا بنشوف ليش صار عنا التشنوج ليش صار عنا الديسك؟ ليش صار عنا نقص الفيتامينات؟ إذا فيه آلية خطأ معينة ممكن نحلها إذا فيه آلية اسمها تقدم بالعمر أو التنكس اللي هو دي يصير مع الكل هلأ هون نحنا بنحاول نبطئه ولكن لا يمكن إيقافه ممكن يرجع يجينا هجمات جديدة ونحنا بناخد نصائح لحتى نحمي حالنا من هاي الهجمات هون نقول إنه فيه حل نهائي أو لا كمان دكتور بعض الناس بتتأخر بشكل عام لحتى تروح لعند الطبيب سواء كان عنده عصب وركي أو شيء ولكن بهاي الحالة بالذات بما أنه هو عصب مهم ومفصلي بالجسم الإنسان إذا شخص تأخر لحتى يروح ياخد علاج شو المضاعفات اللي ممكن يتأثر؟ هلأ الحقيقة ممكن إذا كان فيه ضيغات على العصب ممكن يؤدي إلى شلل يعني ممكن يصير عنا هبوط قدم نلاحظ في كثير مرضى وممكن يكون في عنا حتى عدم استطاعة على الوقوف على الركبة في حالات متقدمة هلأ عادة بس ما بلش يصير في عنا زهور حالات الشلل بتلاقي راجع المريض الطبيب بس للأسف عادة إذا كان الشلل تام فنسبة أنه يتعافى المريض الموضوع بتكون ضعيفة جدا أما بحالات بداية حدوث ضعف بالرجل أو ضعف بالعضلات ممكن نحن نلحق المريض ونعيده لحالته الطبيعية نعم يعني دكتور مثل ما قلت إن شاء الله يا رب ما حدا بيوصل لهذه الحالة اللي هي الشلل لازم الإنسان شوي مثل ما قلت كمان ما يزوده يروعهم دكتور على أي وجه ولكن إذا كان في شي مهم لازم يراجع طبيبه يأخذ العلاج بشكل منتظم لعدم تطور الحالة وقت يصير بدون عمل جراحي ممكن آخر شي يحتاج لعمل جراحي يعني جميع الأطباء هو يعتبر الحل الأخير يعني بعد استنفاذ الدواء فهو يعتبر الحل الأخير بدنا تشكر كثير وجودك معنا والنصائحي اللي قدمت إن شاء الله تكون حقاقت الإفادة لجميع مشاهدين أهلا وسهلا فيك نورت صباح شكرا لك دكتور تامر تامر أخصائبية جراحة العصبية والعمود الفقري شكرا لوجودك معنا شكرا لك